كأنما يدور في حلقة مفرغة هذا واقع العراق حاليا فبعد الحديث عن تصديق البرلمان على ثلاثة وزراء جدد في الحكومة لا يزال عادل عبد المهدي في مرمى استهداف الكتل السياسية وحيث لا مكان للصداقة أو المحابات عند تصادم المصالح تحول رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي من محل إجماع الكتل السياسية إلى عدوها الذي اجتمعت في مهاجمته ليس لنظافة الرجل وهو المتهم مثلها بالفساد بل لأنه لم ينصع لأجندتها ونفذ أخرى خاصة به رؤية يوافقها تأكد رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري أن عادل عبد المهدي لم يكن خيارا مناسبا لهم لكنهم أجبروا عليه لافتا إلى التوجه لعزله ما لم ينفذ برنامجه الحكومية ضمن الأسقف الزمنية المحددة على ذات الاتهامات مضى حلفاء عادل عبد المهدي تحالف سائرون الذي كان يأمل بأن تكون حقيبة الداخلية له وليس لحالفي الفتح ويشير النائب عن التحالف غايب فيصل إلى أن كتلتهم لا تزال تنظر إلى أداء عبد المهدي على أنه ليس بالمستوى المطلوب وخصوصا مع فشله بإكمال وزراء حكومته واستمرار بقاء إدارة مؤسسات الدولة تدار بالوكالة فضلا عن فشله بحسم ملف ترد الخدمات وانهيار الوضع الأمني أكثر من سبعة أشهر مضت على تولي عادل عبد المهدي وفي مقياس الدول فإن هذه الفترة كافية لإنجاز برنامجه النصف سنوي الذي وعد به لكن في بلد مثل العراق ليست كافية لاختيار الوزراء حيث المحاصصة الطائفية تسيطر على شبه دولة تدار معظم دوائرها بالوكالة وهو ما عجز عبد المهدي عن حسبه بالرغم من الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تتعرض لها البلاد والبيروقراطية التي تثقر ظهر المواطن والفساد المستشري فيها وبالمحصلة تحولت مؤسسات الدولة لكعكة تقتسم من قبال الأحزاب السياسية ولا ضير في ذلك إذا كان الثمن البقاء على الكرسي ولا تستغرب مما يجري إذا كان عبد المهدي رشح بحسب النائب هوشيار عبدالله أشخاصا متهمين بقضايا فساد إرضاء لشخصيات نافذة